اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة ام النهاردة معنا تشكيلة من الخضار وانا بيكون حريص على ان التلاجة بيكون فيها في نهاية الاسبوع شوية خضار من الكوسة من البتنجان من الجزر انا عايزك تعملون النهاردة بطرق جديدة هنعمل طاجن طرلي بالدجاج هنشوف ان نعمل ازاي صدور دجاج مع تشكيلة من الخضار وانا بتسوى ودايما بشتري الخضروات بتاعتي لفت نظري نوع من انواع اليقتين اللي هي الكوسة دي شكلها جميل اخواننا الشوان بيحشوها بيتعامل بطرق مختلفة فانا حابب اخليها تشارك النهاردة مع الترلي اللي هي زيها زي الكوسة سموها طبعا اليقتين اليقتين في منه الاخضر وفي منه الاصفر اللي احنا عارفينه بنعمله دايما اللي هو الارع العسلي هنشوف النهاردة طاجن طرلي بمدرسة مختلفة معنا النهاردة الرزيتو هنعمله بالجبنة المزرلة والعشاب الرزيتو بيتعامل بالرز المصري او باللسان العصفور اقتصاديا لان في نوع من انواع الرز بتعامل رزيتو سعره غالي جدا ولكن للامانة والصراحة الرز المصري طعمه احلى بك منه. فانا هعمل رز المصر النهاردة رزدته مع المزللة والاعشاب. ونشوف نعملوا مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. والاكلة دي هتعجب الاطفال قوي. اما تشكيلة من الفواكه النهاردة والصراحة دخلين على الشتاء وايام الشتاء ما بين الصيف والشتاء شايف التفاح والموز والعنب فواكه كتيرة في السوق والمنجة. فانا معي النهاردة عصير كوكتيل على طريقة الخاصة. الفواكه مش هتنضرف في الخلاط. الفواكه هتتقطع عز الفروت صلاة مع عصير برتقان معها نوع من الوعى المقصرات. ممكن يكون عين جمل ممكن يكون لوز يا صباح اللوز عشان اللوز غاني جدا بأم جسري واحنا محتاجين ندعم ولادنا بالأم جسري عشان ما ينسوش الدروس بتاعتنا. اسمحولي اطلع فاصل صغير عشان نحضر للحلقة بتاعتنا وحالة مميزة او اتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا تشكيلة من الخضار من قلب التلاجة ولكن يمكن الحاجة الغريبة معانا النهاردة اللي يقطينا الحلوة دي او الارعاية دي لطيفة ولكن اللي الامانة ايه كصتها? وانا بشتري المشترات بتاعتي شوفتها عند الراجل الفكهاني فانا بصراحة ما جاش على بالي ان انا جيبها. الا انا متسألت ولقيت حد مقافني من المتابعين والمعجبين ببرنامج اكلة ام اللي بشفوه دايما على شاشة القرارات الاولى والفضايا المصرية ومن ضمنهم كمان بيع الخضار. قال لي يا شيفنا انت بتيجي تشتري ممكن نسألك سلالة التلقى تفضل. قال لي دي بيستخدموها ازاي? تقدر تتعملها ايه? فممكن قلت له طبعا شرحتوه ونظر. قال لي طبعا لك بتعملها النهاردة. قلت له هتشوف البرنامج. قال لي والله بيتابعك كل يوم الساعة واحدة. كان واقف طبعا ستات زي امهاتنا واخواتنا. فحضروا اللقاء وقالوا يا شيف لازم نتابعك النهاردة عشان نشوف دي بتستخدم ازاي? دي لها استخدمات كتيرة. ممكن نحشيها. ممكن نعملها ياخنة. ممكن نعملها سلطة. هنشوف نعملها مع بعض ازاي? مع الطاجن الطرلي زيها زي الكوسة. لان دا ليا قتين دي كوسة كبيرة اخوانا الشواء معرفين بيها. دايما بيعملوها محشي مع رز مع لحمة مفرومة بتبغى نطيفة وجميلة. مادير الطرلي بالدجاج على الشاشة. صدور فراخ كوسة بتنجان ومعانا جزر ومعانا كرفس وبقدونس وشبت وزبدة وملح وفلفل والتوابل اللطيفة من نساش الطماطم وعصير الطماطم. المادير على الشاشة في متناول الجميع. ولكن الخبرة التهوية والابداع الطهوي عندنا وبس. تعالوا نشوفوا نعملو مع بعض ازاي طاجن طرلي. اول خطوة اعملها هاخد اليقطينة دي اقطحة. حلوة الكلام كده. الله. وناخد طحة نصيت. حلوة. تسلم ايدك يا عم الشيفة. ايه القلب لا بيدها. حلوة? هناخد قلبها ده كده. نقوّرها يعني. حلوة? اهو نشيلو براحة كده. القلب ده ممكن يتفرم ويتفرم ويتقطع مكعبات صغيرة وتحطي مع طبق بيد وتعمل قملتي باللطيفة. اختياري ده كله يعني زي ما انت عايزة. نشيل ده كده. نخلهم هنا دول. واقولك انا هعمل فيها في الاخر. دي ممكن تتحيش الرز مع لحمة مفرومة. اه بلاقفو عليكي. ما ده اللي انا بقوله دلوقتي ده يتقطع ويتحطي في مع بيد ويتعمل املت. اختياريك اهو. نخلي ده كده على جنب. نفس القصة. اهو. نشيل ده كده. سهل جدا خالص اهو. تمام زي الفل. ده قيمة الغذائية عالية جدا. يعالج الامساك. حلوة جدا للكلون. من الخضروات الغنية بالالياف. حلو الكلام اهو. سعرها والله يرخص جدا على فكرة. انا دايما ما بحكمش على الحاجة سكان سعرها غالي ولا رخيص. انا بشوف القيمة الغذائية بتاعتها. ايه المضمون بتاعها? ايه هدفها? يعني ممكن تكون حاجة غالية جدا وملاش اي قيمة غذائية منظرة. طب وليه? طب انا اجيب الحاجة زي البتنجان مسلا. مسكين حبيبي ده. حبيب قلبي ده. عشق البتنجان. سواء بتنجان عروس سواء بتنجان رومي. اه في كل حاجة تلاقوه زي الفل. نعم يا غالي. ان شاء الله هوا عيدك بازن الله. قالني انت وعدتنا نعمله ايس كريم. تازروا مني ان شاء الله لزبوعك جاي. اللي بيتعامل مع الجوز وعين الجمل اللي هو المكدوس. زيه زي الايس كريم على فكرة. المكدوس ده لما بيستوه في البرطمان ويطلع مع زيت الزيتون مخلوط بالفلفلة الحلوة وعين الجمل. الواحد بيأكله كانوا بيأكل ايس كريم. طيب هناخد اليكتينة دي نحطها كده. نحتاج لنا قطعة ديك شوية. عشان تنزل في قلب تتصل كده. وهناخد دي كمان نحطها كده. بسم الله. وتنزل كده. هي لك في الشغل ده حلوة. هناخد بقية الخضار. نقطعه. شوية خضار كده حلوين من اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. منهم الخضار. ومنهم البصل. ومع انا كمان القلب بتاعها ده كده. الله حلوة قوي. بيقولولي في الكنترول مش تعمل لنا حلوة المولد. طبعا بيزدل لها عدم ما تتقطع يا رب. اسبوع الجاي هنعمل حلوة المولد. كل عام وحضراتكم بخير. كل اللي بيتابعونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية في عنحاء العالم. لان زي ما حضراتكم عارفين طبعا الفضايا المصرية بتتشاف في كل دول العالم. فرصة من الشاشة العظيمة بنهنئ كل الدول الاسلامية والعربية بالمولد النبو الشريف. وان شاء الله يكون لنا موعد مع حلوة المولد. بطرق سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. اولهم الفولية. اللي هي الفول السوداني بتاعنا. انا اخد الجزر نقطعه كده. الطر اللي ده يتقطع حيط الصغيرة مش كبيرة. زي ما انا شغال كده. نعم. لحلوة المولد السنة دي مالية السوق باشكال والوان وابهار. ولكن عشان نبو واضحين مع بعض وفيه صراحة يعني. هنقول سعرها غالي ما بتكلمش عن الغالي والرفيس. انا عايزك تعملي حلوة المولد في البيت. سهل جدا وانت راجعة من البرة هتجيب الحماتيك كيلو حلويات المولد. بس في فرق لما تقول لها انا عاملالك النهاردة. يا تيتا يا نينة عاملالك النهاردة الفولية بايدي. انت دايما بتحب الحبهان وتحب الهيل. دايما بتحب القرفة فكترتلك القرفة فيها. اه يعني ممكن نعمل حلوة المولد بالقرفة والحبهان? ممكن. الكلام ده مين بيعملو? الشي في المغازر. ده بتنجان. عشقي اهو. مع الخدار. الله ما صلى عنك. ممكن تعمل حلوة المولد بالمستيكا? اه. دي الكلام ده. طبعا مش هتلاقي الكلام ده في المحلات بتاعت الحلويات. انا اخد دي الكوسة. دي الكوسة الصغيرة بقى. الميني كوسة. هي زيها بالزبطة. لو نتعديك كده مخرجنا الجميل برضا عشان السادة المشاهدين نقرب المسافات شوية لبعضينا. دي حباية الكوسة الصغيرة هي. هي نفس القلب. بس دي صغيرة ودي كبيرة. اهو. ده القلب بتاعها اهو. نفس القصة كده اهو. نفس الطريقة. اه. حلو? اه. اه. اططعها كده. وناخد الخضار الحلو ده كده. تشكلها بالخضار ايات. معنا بصلايا حلوة. بصلايا دي مش هحطها مع الخضار. حلو? معنا صدور فراخ. الله ما صلى على النبي. نعم ممكن يتعامل بلحم ضاني او يتعامل بصدور الفراخ. زي ما انت حابب يعني. اهو. ده صدر الفرخة. تقطع مكعبات صغيرة كده. الله ما صلى على النبي. اهو. عندك مكعبات لحم ضاني ماشي. عايزة تعمليه بالكلاوي ماشي. زي ما انت حابب. ما شاء الله ده صدري دي كرومي ده ولا صدري فخة. ربنا مبارك اهو. زي فخة. خلي ما لك انت برضو مش ملزمة قتع. اللي ديني في التقطيع. انا عشان الراجل شايفه ويا ما قطعت صدور الفراخ ويا ما مساكت السكينة. فانت ممكن تقطعي الصدر ده على هدوء كده برحتك يعني. هلو الكلام? اه. هناخد الفراخ دي مع التوم ده. مع الروز ماري ده. فيه طاسة على النار بتسخن. شديدة الحرارة. ده روز ماري. بالشكل ده كده. اه. ناخد بعدينا. والروع عند النار. وقفتنا عند النار واحدة كده. حالو الكلام? اه. اخبار الطاسة ايه? زي الفن. شوية زيت زيتون. حالو الكلام? مع زيت الزيتون ده بنحط مكعب من الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حال. الله. وناخد الفراخ مع البصل مع الروز ماري مع التوم. ننزل بهم كده اول حاجة البصل. يا تقدمهم. حال. ونعمل ايه عمشي? فنقلب البصلية الحلوة دي. مع الزبدة مع الزيت. شفت البصلية سايحة ازاي? دايبة ازاي? مع الزبدة وزيت. اه. ده بتتحمل البصلية كده عايز التوابل الحلوة بتاعتنا. شوية كزبرة. الله على الريحة. اه. شوية قرنف الحلوين. مع الفراخ بيدي راحة حلوة اوي. التوابل جي بتاعتك دايما. ده كتاب مفتوح لك انتي. حال? اه. شوية كمون عشان الكوسة. من الحاجات برضو. اللي بيقول لك بتعمل معي مشاكل مع القلوم. اه. راحة البصلية بشكل تاني. بنزل بالفراخ بتاعتي. الله. اه. تقليبة حلوة. وانا واقف كده زي الفل اه. الناس هتاكل والحبايب هتاكل والجيران والقرايب. صدري فرخة جبتي شوية خضار حلوين. عملت طاج انطرلي بشكل مختلف وبمدرسة مختلفة. وبطريقة تانية خالص او. دي الفراخ مع البصل. بسم الله ما شاء الله ملت الحل. اه. عشان بس لما نقول نعمل اكلة ممكن نعملها وتقعد عندنا في التلاجة يومين تلاتة. لو عدد افراد الاسرة يعني قلين. عندك عزومة اكلة تشرف على الطاولة. عالصفر اصد يعني. حلوة الكلام? اه. تقليبة كده حلوة. نزبط الملح يا عمي الشيف. شوية فلفل يا عمي الشيف. الله ما صلى عليه. معانا تشكيلة الخضار بتاعتنا هتسقطة في قلب الزيت هده كده. هنا ايه. اه. انا دايما بحب حمر طورلة الخضار في الزيت. حلو. الله. ايه الحلوة دي عمي الشيف? ايه الجمال ده? تسلم ايدك يا اه. طيب. خلاها ناخد بعدين. هم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. بعمل طاج انطرلي بالدجاج بتشكيلها من الخضار. بمدرسة مختلفة بطريقة مختلفة. كمان طريقتي تقديم نفسها مختلفة. هنطلع فاصل صغير. نصيحة مني. او اتروحوا بعيد لان حلقتنا فاهم وفاجآت تبقوني بعض الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل. خلونا نوقف محطة هنا بسمها دايما محطة الابداع. وان احنا نكونو نقدر في بدايل. فبيقولولي في الفاصل ايه? ما احنا ممكن نحشيها لحمة مفرومة وفراخه بس. ممكن. اللي هي اليقتينة الحلوة دي كان. خلي بالك. نفس الطريقة ممكن نعملها مع اليقتين اللي هو القرع العسل. الطريقة اللي انا شغال بها على فكرة. نفس الكسة يا. بس اليقتين اللي هو القرع العسل ايه? القلب بتاعه مينفعش استخدمه زي قلب اليقتين اللي اخضر. خلي ده فرق بقى. القلب بتاع اليقتين اللي هو القرع العسل بتاعنا الحلو ده فيه اللب بلابيد ده كده باتخذ اللب و بنستخدم اللايه اللهم بتاع القرع العسل ده الفرق بين 1. 2 ان احنا بنستخدم اللب او اللوب بتاع القرع اللي هيكتين اللاء اخضر اسمة اللوب بنستخدمه في الاكلات بتاعتنا زي ما نستخدمناها دلوقتي اما القرع العسلي لا ده بيتخذ اللب طبعا و بتصنع و بتقدم نوع من انواع المكسرات هنا الفراغ بتاعتنا خلاص جاهزة تشكيل Wellness الخضاري الحلو اللطيفة منها طبعا قلب القرعاية بص عليها كده مخرجنا شوف الحلوة شوف الجمال الله هاشيل النعناع اللي أنا حطيته ده فاكره قبل ما نطلع الفاصل ناخده بها خلاص خدنا الريحة بتاعته الحلوة بسم الله الرحمن الرحيم ها تشكيل خضار حلوة ممكن تحط بسلة وتحط مشرم ها شوية بتنجان على جذر على قلب اليكتيلة حاجة حلوة ها هنعمل يا عم الشيف هناخد كل الخضرة دي كده زي مية ونحطها على الفراخ الله مصلى على الناس سمحنا عملنا كده ونقلب كل ده ايه الحلوة ده شفت بقى الحلوة؟ اهوة ده شفت الطرلي ده؟ اهوة ده الله ايه الحلوة؟ كبار السن اهلا وسهلا الاطفال اهلا وسهلا اكلة سريعة الهضم سريعة المضغ قيمتها الغذائية عالية جدا متعددة الوصفات والنكهات اذا كان جذر او كوسة اهوة الله سؤال وجيه ايه الحلوة دي؟ بالخضار ده ممكن بدل ما انيليف الزيت ندخلوا الفرن اه بطريقة صحية ولكن انا مع كلمة الطرلي نفسها اذا انا هعمله يبال لازم يكون فيها اكلة فيها شوية دسامة اذا احنا عايزينه اكلة صحية من ضمن الاكلات اللي بنعملها نقدر ان احنا نشوي الخضار ده هناخد الخضار ده ننزله كده الله ايه الحلوة دي يا شيف ايه الجماد ده الله يردع عليك يا ولدي عايز اعمل حاجة لطيفة تسمحولي كده اشيل دي هنا كده واشيل دي هنا كده شاركون الرأي هل وناخد شوية خضرة هنا كده الله ايه الحلاوة دي عم تشيف زي ما انا شغال كده ونرجع دي تاني كده وناخد دي نحطها تاني كده تصرفت صح انا ها هلو قوي ناخد ده كده والامر بينكم شورى حتى في الطبق اللي بنكله عادي ايه ريكي حبيبتي عايزها سبيسي ولا مش سبيسي عايزها معاها تماطم ولا مش تماطم المشورى حلوة عشان الكل يأكل والكل يتهنى بنفس الطاصة وجبنا الخلاصة لبالك بنفس الطاصة وجبنا الخلاصة هنعمل ايه عم الشيفة هناخد معالية زيت صغيرة من اللي صوته طالع ده حطها هنا كده الله عليك يا باشا وناخد فص توم حال لسه تشوف حالوة معالية زيت من اللي صوته طالع ومعانا شوية كرفس حلوين الله معانا سنة شبت حلوة الله ومعانا شوية عصير طماطم حلوين اما مارين اه بسم الله بس خلاص ونقلب كل دول مع بعض مع البهارات بتاعتنا ملح وفلفل حلوة اوه يلا بينا يلا بينا الله على الحلاوة الله على الجمال شوفت بقى الموضوع يفرق ازاي هو ده ده التستور كعب زبدة لطيف حلوة كده يلا بينا وهنغلف ونروأ عليقطينة الحلوة بالخلطة الحلوة دي كده الله على الرحة الحلوة دوم تتنزل مع الخضار بالشكل ده كده اللهم صلى على النبي اهو الله درجة حرط الفرن عند 180 دخل الفرن ما تلوم الفرن هنا ان اليقطينة دي تستوي وهي مش تاخد وقت كتير في السوى على فكرة ولازم ما تستويش جامد اهو بالتفاصيل دي كده حينية اهي برا حال وده اللعلي والنبي الطاجن ده الله يردى عليك شفت الحلوة والجمال درجة حرط الفرن عند 180 يا عم الشيف هندخله الفرن المطلوب من الفرن يسويلي اليقطين ده حالو الكلام عندي كده عبيتين طماطم شيري جو ده حالو على فكرة جو مش مكلف بس فيه شكل فيه مضمون فيه الحار يا نعم حاضر لا اخد فلفل حار بتحبوا الحار انية اهو شفت الحلوة حاجة محرمشة كده يلا ندخلوا الفرن مع بعض يلا بينا بسم الله اللهم صلى عنا يلا بينا ايوه عبيبا يلا بينا اللهم صلى عنا نعم يا غالي لا مفيش اي سوس هنا ما هي الخضرده يا عم شافيه مخرج شاطر قال لي مش هتحط السوس مش هتحط شربة الخضرده طبيعي لما بيتعرض لدرجة حارة الفرن بالذات ايه الحالة ايه الصورة الحالوة ايه الصورة المبدعة دي بقل تكلفة ممكنة نقدر نعمل ابداع الطهوي داخل الفرن هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل حابين ولا نكمل انا اسف معانا ريزوتو اخش عليه ها تعليمات يا فانتم نتكمل تعال نعمل ريزوتو مع بعض كده بسرعة نشوف مقاديره على الشاشة في عجالة مقادير ريزوتو في متناول الجميع كباتين من الرز المصري او كباية معانا من الكرفس معانا من الشبت معانا من البقدونس معانا من الروزماري معانا جبنة موزرلة وشوية حب اهم حاجة في الرزيتو اضافة الجبنة الموزرلة في نهاية تسوية الرزيتو ليه عم الشيف عشان الاكلة دي بيبقى اكلها مطاطية الشكل ولكن الطعم من بين اصابع ايدك العشرة هو ده بقى الكلام في شربة فراخ لا في شربة لحمة لا طب ينفع عم الشيف ينفع بس لو عدك شربة فراخ في التلاجة ولا عندك شربة لحمة في التلاجة انت هتبقى احسن مني بس تقدر تصرفي زي الشيف المغازي حالا كده وتعملت ركاية حلوة طاس على النار فص مستيكا شوف بقى اللي ابتكار الطاوي معتوم الله عليك عم مشي فص مستيكا معتوم واحط معالاية زيت صغيرة هنا الطعم بتاعك انتو بس اه معالاية زيت نحط المستيكا القليلة ما تكتريش خلي بالك مش بكترها دي بتمرر خلي بالك زي الكمون كده كتره في الطبق الفول يدينا مرارة على طول المستيكا خمس ست فصوص بالعدد دابت المستيكا شمت رحة المستيكا شفت الشقاوة دي شقاوة مطبخ اهو الله على الرحة الحلوة انزل بفص التوم حلو الله ايه الحلوة دي عم مشي وانزل بالرز المصري يقوم الرز المصري يشرب ايه طعم المستيكا مع التومة ونقلب دي الاكلة اللي بيسموها في بعض القتلات لما بنروح في مطبخ ايطالياني ولا يكون عالصفرة مطبخ طلياني او سيرفيز طلياني او اكلة طلياني رز معجل اه هو مش معجل اه هو الرزوتو بيبقى معجل لانه بيبقى فيه جبنة مزرلة كده غير الرز بتاعنا طبعا المفال في اللي هو الرز البرام اه شفت التركاية دي عملت ايه عم مشي فتاني فكرنا معلقتين من الزيت دوبت خمس ست فصوص مستيكا نزلت مع التوم يليه الرز واقلب امر رز عم مشي فشيري بالايه المستيكا والتوم ومع علاقة الزيت اه خلص الرزوتو معايا ميا بتغلع النور معانا كمان شوية رز ماري لان ده الرزوتو بالاعشاب واجبنا المزرل صح الكلام اه نوقف كده نعم لا ما ينفعش بقول اللي ينفع نعمله بالشعرية اه انا بحبك انت هارف يا شفين بس يعني لما تقول بالشعرية ببشره زوتو بغتاجن شعرية طاجن شعرية بالايه بالخضار اه نقلب كده عادي من حقه يقول له وعايز يقوله ده الرز ماري طبعا ده اساسي حاضر اني بس اشم ريحة الرز ماري كده مع المستيكا والتمة الرز راح في حتة تانية خالص راح طلياني وابو طلياني وامو طليانية وطلياني الاصل بس اللي هعمله مصر خفيف الدم خلونا طبعا نحط السائل بتاعنا ممكن يكون شربة فراخ ممكن تكون شربة لحمة زي ما انت عايزة بس الطعم انا طلعته من الاصابع ايد العشرة هنحط السائل ده كده اللعب هناخد بعدين هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لتكملة الرزيتو من المطبخ الطلياني ولكن بخف الدم مصرية مع تشكيلة فواكه الفروت صلاة بطرقة جديدة او اتروحوا بعيد تابعوا لي موسيقى بعدكم بعض الفاصل نشوف مع بعض شوية خضار شوية عشاب اذا كان فلفل حار اذا كان بقدونس اذا كان كزبرة شوية روزماري حاطى نعم في البداية والله انا عايز اسمعك سوتي جوع ايه رايك انا مش عايز مش عامل ايه حاجة خالص ده صوت الرز المصري في قلب الحلة بيبكبك بالطريقة الطليانة سامع اللغة دي بقولك تح يا مصر العب هنقطع الخضار ده كده بالشكل ده كده اه ولا لازم اروح اشتريك كيس الرز شفتوا ولا في السمر ما اتجتليهتوا عامل مبلغ كيه باستورد ما عرفش جاي من طليانة كده شفت يا يا عم ايه ما الرز المصري بزي الفل اه احل الرزوت اياخد المزارلة دلوقتي وياخد الخضار وياخد الحاجات الحلوة اه 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 دي فلفل اهم حاجة ان كده تتخديم عليه صح اه فا ده اشيله اه 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 فلفل اصفر نعم حاضر والله لا افتح لك الفرن عشان ايه يبقى فيه تبديل وتوافيق عناية يشحرمك من حاجة اه الحساب بعد الحلقة اه اه بص على الحلاوة اه اه ده اللعنة بقى عشان تعبت ادي الفلفل اصفر لازم الخضار يتفرم ناعم لانه هينزل على الرز دلوقتي فانعايز اللون والفليفر والطعم بتاع السوائل دي تنزل على الرز وقولك عشان ياسمراني نسئل ايه خضره ناخد تعطيات الخضار دي كده كل الخضره دي كده بقدوني على الشبت على كرافس بس الشبت خليه قليه لله يوفيك لان بدل ما يبقى مطبخ طلياني يبقى مطبخ مصري وخلطة الشبت وخلطة المحشي واللي احنا عارفينها خلو بقى مهم جدا نقلل الشبت في الحاجات دي بالذات سنة شبت صغيرة اهي تلاحظوا ان هم قال لهم ايه كويمة وادي الخضره دي كده وادي البقدوني ازاك كده ونشول كل ده من هنا اللهم صلى الله وناخد الخضره دي كده بس نبص على الرز الاول نشوف الدنيا عامل ايه ما عزك تجيب الحاجات الحلوة دي الله يوفاك انت حبيبي في عشرة بيننا نقلب الرز ده كده ايه الاخبار بص على الحلوة اه 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 شفت الرز والله فيه طعم المستيكة حكاية هي هي سيد الموقف هنا المستيكة اه مع الرز ماري اه يلا ننزل بالخضره ننزل بالخضره هنا اه 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 اغفل لك الفورن عشان ما يشغلكش لان الصورة الحلوة بتشدنا اه اه ناخد الخضره الحلوة دي كده يلا بينا يلا بينا اهو ده الرزوت على طريقة المغازي تشكيلة من الخضرة فصل مستكة مع التومة قلب كيان الرز شفت الخضرة دي لسه ما خلصت سنة الشبهة في الاخر خالص اوقت كترة اكتر من كده بالله عليك حلوة نقلب بسم الله براحة خالص ايه ده شف كبار السن الاطفال نعم ده رزيته بالاعشاب والجابنة فيه رزيته بالدجاج فيه رزيته بالجنباري نضيف جنباري نضيف دجاج شايف الخضر والحلوة ايه ده للامانة وللمصداقية هيحتاج شوية ماء مغلية ايهو تحط مياه بالحنفية لازم تكون هنا المياه مغلية بس خلاص ونقلب تاني بسم الله اه اه اكل حلوة انا شخصيا بحب الاكل اللي جاوة بقعد بالمعلاء وانا سريع اصلا اه ما بحبش اقعد عالصفرة كتير انا ام رحمة الله عليها للامانة والله العزيزي مش عارف يعني مش نفس يكون مدرساتها كانت تقعد على الاكل فترة طويلة اوي بس تقعد بقى يعني ايه بتكون بخلاصة الشجرة وتقعد في وسط ايه فترة طويلة ليه بقى تقولك يعني امضغ الاكل شفت بالبلادها كده وبالعفوية يوم ايه يريح المعدة فعلا اه ما ياخدش مشوار في المعدة طويلة خلاص مدغناك كويس اه ننزل بالجبنة ننزل بالجبنة اه يلا بينا العبقى اه 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 الجبنة تحب البقدونس هتلاقي بقدونس الجبنة تحب الفلفر بتاع العشاب هتلاقي الفلفر العشاب الجبنة تحب السبايسي هتلاقي سبايسي الجبنة بتحب المستيكة هتلاقي المستيكة الجبنة بتحب الحب هتلاقي حب اه نمسح البتجاز بتاعنا عشان مخرجنا عايز اجيب الصورة الحالة معي طماطم شيري في الآخر خالص هزين الطبع بتاعي بالطماطم الشيري دي وهنشوف هنزينها ازاي بسم الله الرحمن الرحيم يالله نقلب اقلب لغاية لما تجيبنا تسيح وتديني الشكل المطاطي بتاعها في قلب الرز تخيلوا بقى اختلاط وتعارف وانسجام الكهربادرات والنشويات بتاعة الرز المصري مع ليونة وانسيابية الجبنة المزرلة اللغة العربية دي عمشي ايه ده ايه الفصاحة دي جاهز الاكلة دي ننزل بقى بالشوية الفلفل السود بالشوية الملح بس بتبطيش بهارات تانية خالص تخترعيش حاجة ملح وفلفل السود بس عشان الخضار هنا كل حاجة تبن بشخصيتها الاكلة دي بريعة من الكامون والكوزبارة اذا نعمله بالكاري يبقى هنا دجاج ازروزيتو بالدجاج والكاري نغرف الطبق ده كده اللهم صلى عن النبي يستاهل هنا يلا بقى نشوف الانتاج بتاعنا الرزوتو مكانو هنا اطلعلك الابداع الطهوم الفرن هنا بسم الله الرحمن الرحيم اطلعلك حبة اليوكتينة ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده الله مصلى عن النبي اهي حلو قوي تمام ناخد الرزوتو بتاعنا نغرفه هنا ينزل بقى لازم بالشكل ده كده شفت حد يقولي الاكلة دي شبهة لإيه للامانة اللي هيقولي بس اللي يعرف الكلام ده اخوانا في الدول العربية وحبيبي في الدول العربية خاصة السعودية والامارات والكويت والخليج اللي بوجلهم تحية كبيرة حد يقولي ايه هي سامعك سامعك يا ست الكل اللي هو السليج السليج بالدجاج بس طبعا ما بيخدش جبنة مزرلة ولا بياخد الخضرة دي الرز بيبقى بنفس الطريقاتي كده وتحط عليه الدجاج والسمنة البلدي واللومي حالو الكلام طاسة على النار فيها معلقة زيت فيها الشوات الطماطم الشيري دول الله سنة الشبهة دي عصرة اللامون دي ألعب بس خلاص تعالوا مع بعض نعمل الفواكه بتاعتنا النهاردة بطريقة جديدة ازاي عايزة اعمل النهاردة تشكيلة من الفواكه في روت صلاة او نعمل عصير كوكتيل بطريقة جديدة طبعا طبيعة تعلمنا مشي في المغازي اول ما نفكر نعمل حلويات او نعمل عصير او نعمل ايا كان من الحلويات لازم ان احنا نستعد بداية من تغيير الجلافز بتاعنا او تغيير البلانشة او تغيير السكينة او الاهتمام بالنظافة علشان ده مهم جد معانا عصير برطقان معانا تشكيلة من الفواكه ايا كانت الموجودة عندك يتزعمهم ويتقدمهم الموز والتفاع والماديرة على الشاشة بسيطة وسهلة ولكن هي الطريقة انا شفتها بصراحة في محل بيقدم الحاجات دي فتعلمت من مش عيبة انك انت تشوفي لمسة حركة تركاية ازاي يحط الموز في الكوباية وازاي يحط الفواكه في الكوباية وعشان كده خلته للاخر خالص وانا واقف بسالة معاكم والله الوقت خلص هدفنا حققنا لسه فيه وقت اضحنا مع بعض حلو الكلام تشكيلة الفواكه ما يعني عناها الحلو ده كده هنا اخد الموز الحلو ده كده الاول يعني بص الحاجات دي من الحاجات النادرة نيك انت وقفة في المطبخ خلصت شغلك تعمل الكسات دي وتحطها في التلاجة بس الموز يا مغازي ينفعش لو انا حقطعته وحطيته في الكسات بيسود اعمل ايه يا حبيب قلبي كل القصة دي كدت الموز ده قبل ما تحطيه في الكسة بتغرعي محلول حمضي ما هو المحلول الحمضي؟ ماء مخلوط بعصير لامون وعصير برتقاب يوم الموز ما يسودش منك حلو الكلام؟ اه زي ده كده اه هو والتفاح اللي اتنين نعمل اعمل شي في الحركة دي بصي اه انس اه نحطها هنا ودي نخدها كده جنبيها نحطها هنا كده حلو الكلام؟ ناخد كمان ده كده اه اه رأيك نسبت ده لالاخر باها الروان؟ تقول لي بقى وقتك خلص وقتك مخلصة احنا مع بعض اه انا عارف انك هتديني وقت عشان الكوباة دي بعد ما نخلص سنقسمها مع بعض اه شفت الموز اه الموز بيسود طالما حطيته في عصير البرتقال اتنه معاك لغاية لما الضيوف ييجوا والمناسبة الحلوة تخلص والعزومة بتاعتها تخلص وهو ايه محافز على شكله اه حل اه كمان واحد انا بحب الموز يكون سليم مع الفواكه على فكرة ليه بياخد من طعم الفواكه بيبقى لطيف بس دي مش هحطها دلوقتي دي هحطها بعد ما ايه ما حط الفواكه هالو الكلام هنخله على جنب كده ودي نفس القص انت على فكرة لو انت دخلت المطبخ هتعمل احسن مني انا واسق من ده ما عكيش بقى مخرج مستعجل معانا دقيتين معانا تلاتة وخايف لقشرة الموز دوع تحت اه انت هتشتغل ايه بمزاج حلو اه طاعة الموز كده نخلي على جنب كده ناخد الفواكه الحلوه دي كده بعد ما نحط على السكر ده كده ونقلبها ممكن تحط عسل ممكن تحط شرباط ناخد الفواكه دي كده اللهم صلى عنه نحطها هنا كده الله نحطها هنا كده الله نحطي دي كده هنا اه شفت الشهوة دي اه طلع عملك دلوقتي في الامام ها عدر عينية وخارجني عايز نشوف الحاجات الحلوة دي كده اه كفيتين عصير حكاية خلي دي هنا كده اه نشيل ده من هنا كده وناخد الموز بتاعنا ده كده حط عصير برطان ها عادر عينية واعمل دي كده فين عاضر هناي ده نشيله خالص من هنا الجزاء عليك نشيله اه حال دي الموزة دي كمان وفي عصير برطان نزلت ماشي دخلتك كده اه انا عايز بس الاولاد يشد انتباههم وعندنا الكلام ده في البيوت الاولاد مش بحبوا يأكلوا الفاكهة صحيحة زي ما هي كده حباهم اتقطعها يا اما اسنانهم ما بتقدرش ان هي عندهمش صبر ويمدغوا التفاح فلما ليهم اتقطع كده يأكل يا اما يعجبه اللون والشكل بتاع الكوباية الكاسة اللي مغروفة اياخد دي ولك واحد كوكتيل البعض بيحط اوفيكاتو انا قولي اوفيكاتو سعره غال شوية مايهمكيش معاكي شيف دي ووفر لك اوت ضع عصير برطقان لسه ما خلصتش انا ام جسري ايه هنا هتتحط عندك شوية لوز يا مزاجه اللوز عندك شوية عين جمل والله اسكرين فانيليا مش مرغوب هنا لان فيها عصير برطقان سائل في حالة لما يكون فروض صلاة نحط اسكرين فانيليا عندنا اللوز اهو فكرة ان انا بقى ازود ام جسري يكون مطحون بالشكل ده كده اهو الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة اهو يوم اللوز هنا مع عصير برطقان يدوب الاولاد يستطعموه بألفة هنا وشيفة حالاتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة موفرة اه مش مكلفة اه وحضراتكم انتو اللي هتقولوا مش انا عملنا الرزيتو بالرز المصري بيتكلم مصري عملنا طاج انطرلي بالدجاج لطيف وجميل عملنا كبيات من الكوكتيل على طريقتي وانا واسك انك لو هتعمليه هتعمليه احسن مني يعني انا هدفي في الحلقة بتاعتنا او البرنامج بتاعنا اكلة امي انك انت بقالي تكلفة بنفس المشتريات بنفس الحاجات اللي موجودة في المطبخ كل يوم هتعملي طبق جديد مختلف الشكل والطعم لان معاك يشوف شاطر دمه خفيف بيهزر معاك بيخرج برا الموضوع وبيقدي الهدف بطريقة لطيفة رؤية فان ابداع بشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضاة المصرية من ماس بيرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة